مع نهاية هذا العام تحتفل رؤية بمرور عشر سنوات على انطلاقتها الكثير والكثير من البرامج تم تحقيق العديد من الانجازات مع رؤية ومع مختلف البرامج اللي قدمنا لكم لا نستطيع ان نختصرها طبعا بمقابلة ولكن بمرور سريع على هذه العشر سنوات ما هو القادم ما هي الخطط المستقبلية لرؤية نتحدث فيها اكثر مع مدير عام قناة رؤية المهندس فارس الصائغ صباح الخير مهندس فارس واهلا وسهلا فيك اسمح لنا بداية نعايدك ونعايد العائلة الكريمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد راس السنة الميلادية والمعايدة الاكبر اذا بتسمح لنا هي لرؤية عائلة رؤية قناة رؤية بمرور عشر سنوات فالف مبروك التسلمي الله يبارك فيكي وكل عام وانتو خير وكل عام الأردن مالف خير مبروك للكم مبروك لأنا مبروك لهذا الفريق الرائع اللي قدر يوصلنا لعشر سنين وان شاء الله كمان العشر القادمين ان شاء الله أبو كرم صباحك سعيد نبدأ بحوارنا وطبعا ميلاد مجيد وكل سنة وانت سالم الآن الأردن على مشارف مئة عام من تأسيسها من تأسيس هذا التاريخ المجيد يعني مفاصل في الدولة الأردنية كبيرة سياسية وطنية اجتماعية متعددة جدا عمرها مئة سنة تخيل انه في مئة سنة من تاريخ الأردن هناك نبتة بدأت تنمو بهدوء عمرها أصبح الآن عشر سنوات أضافت ضمنها المشهد الإعلامي تنوع وإضافة وقبل أيام صدرت أخبار موثقة يعني سعدنا بها بصراحة جميعا أثلجت صدورنا وكأنها شكرا لهذا التعب والجهد نتائج استطلاع رأي عام لأعداد مشاهدة وانتشار لقناة رؤية وتصدرت أولى القنوات وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي فمن هون باخد منك التعليق على الخبر الأخير يعني مجددا مبروك لإلنا مبروك لكل شخص يشتغل على هذا الجهد كان مش بسيط نحن الحمد لله هو طبعا ناشو نقول مش جديد لكن نحن حققنا المركز الأول في 2019 قبل عام بالضبط مثل هذا اليوم والصعوبة اليوم هي الحفاظ على هذا المركز يعني باعتقاد الحفاظ على المركز أصعب يمكن من وصوله ويمكن كل مرحلة إلها خصوصية لإلها لكن اليوم الضغط النفسي كبير كتير مخارنة مع السابق بالإضافة في 2020 كانت سنة صعبة كثير على الجميع وطبعا صعبة بالتحديد على الإعلام الخاص وجهتنا مشاكل عديدة طبعا خلال كورونا والأخير وطبعا الحمد لله الفريق كان قوي جدا اللي قدر يتعامل مع كل الصعوبات هاي وقدرنا نقدم محتوى مميز وقدرنا نقدم خدمة مميزة وطبعا نطمح الأفضل لا شك لا كان عندنا مشاكل وعندنا كان أخطاء لكن في ظل الظروف اللي كلنا نحن فيها بدي أشكر صراحة الفريق اللي يشتغل بشغل جبار خلال هاي السنة اللي قدرنا نحافظ على مركز الأول وقدرنا نزيد المشاهدة هذا أهم شيء نحن السنة الماضية منتل هاي السنة كان عندنا 25% السنة عندنا 29% في مرحلة الكورونا لما كان كل قاعد بالبيت في شهر ثلاثة أربعة كان عندنا 45% هذا وضع مش طبيعي طبعا لكن اليوم الوضع الطبيعي الأمور إجمالا رجعت زي ما كانت عندنا 29% ورمضان كان عندنا 45% وبردو كنا رقم واحد فهذا إنجاز بدي أكرر أشكر فيه الفريق وطبعا بدي أشكر المشاهد اللي دايما عنده ثقة فينا بظلي تابعنا وإن شاء الله نظلنا نقدم هذا الشيء المميز للأعوام القادمة إن شاء الله نعم طيب مهندس فارس يعني خلينا نحكي عن البدايات نعمل مراجعة سريعة إلى هذه العشر سنوات أنا بذكر لما انضميت إلى هذه القناة يمكن كنا بغرفة صغيرة كنا عبارة يمكن عن خمس ست سبع أشخاص كلنا يعني تراودنا وتراود أفكارنا الكثير من الأحلام الجميلة برؤية هذه القناة الإعلامية اللي رح تحقق أهدافنا وطموحاتنا رؤية حقيقية صادقة شابة وقعية تحاكي الواقع الحقيقي سواء المحلي أو العربي كيف ممكن تختزل هذه العشر سنوات من العمل الدؤوب والمتواصل؟ عشر سنوات كنت تعطوني شوية مجال أحاول ألخص العشر سنوات طبعا أول مرحلة مرحلة التجهيز اللي بلشت في 2009 وكانت المرحلة التجارب وعمل دراسات ونعرف السوق المحلي شوية نسأل عن المشاهد ونحاول نعرف شو إمكانياتنا نحنا وإمكانياتي أنا كمان كشخص فهديك المرحلة كان عندي كمان أربع زملاء معي بالمؤسسة وندربنا وحاولنا أنه نعمل شيء ونعمل بعض التجارب لانطلقنا في القناة في 2011 وهنا نتبلجت مرحلة الجد يعني مرحلة الاستثمار الحقيقي وتجربة المشروع على أرض الواقع وهنا كان في تحدي كبير لأنه المشاريع الإعلامية الخاصة إجمالا بتفشل وفي منها منعرف أنه فشلت قبل انطلاقها فكان تحدي صعب كبير قدرنا نشوف ثمار هذا التحدي وهذا الإنجاز في 2012-2013 كان في زيادة في المشاهدة طبعا هذا نعكس بشكل مباشر على الدخل ومن هون قررنا أنه نحن لازم نستثمر بشكل أكبر لهذا المشروع من 2013 والحمد لله ب2017 قدرنا نجيب المركز الأول وكان هدفنا نحن كيف نوسع انتشارنا وكيف نقدم محتوى أفضل للمجتمع الأردني والفلسطيني والمجتمع العربي والحمد لله وصلنا إلى 2017 وهنا بلشت مرحلة جديدة أنه نحن كيف نجيب رقم واحد كيف نزيد المشاهدة وبنفس الوقت كيف بدنا نستمر الاستمرار هو أهم شيء كان بالنسبة لنا في هذيك الأثناء عملنا خطة كان اسمها رؤية 2020 والحمد لله نحن اليوم 2020 وكانت مبنية على توسع الانتشار كيف رؤية بدأ تكون معاك وين تذهب ففعلاً نحن اليوم موجودين في كل مكان في كل منصة إلكترونية في كل موقع تواصل اجتماعي وعلى أي شاشة التلفزيون هذا كان أهم شيء لحتى نزيد الانتشار بالإضافة كان لنا الهدف في زيادة المنصات زدنا توسع المنصات الإلكترونية وأيضاً إنشاء خدمات مساندة لقناة رؤية لحتى تزيد من قوة رؤية ويكون في استدامة لهذا المشروع ابتداء في أكادمية رؤية للتدريب الإعلامي اللي إضافت بشكل إيجابي على الرؤية وعلى المجتمع بالإضافة كمان لإدارة المواهب والمشاهير مشروع كريتف لاب هو منصة للإبداع وإنتاج الأفكار وكمان لتقديم الخدمات الإنتاجية والفنية وصلنا لغاية اليوم واليوم نحن عم ندخل مرحلة جديدة لحتى نبلي لمستقبل جديد إن شاء الله أبو كرم هو السؤال الأخير ولكن نعتبره السؤالين أين تجد رؤية بعد عشر سنوات من الآن هذا واحد ورقم اثنين إذا بتقدر تعطينا بشكل عام أرقامنا نسب مشاهداتنا قدش حققنا مشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي إذا عندك يعني أرقام نعم أولاً يا سيد العزيز المرحلة القادمة صعب إنه الواحد يقول شو بده يعمل ووين المشروع بده يروح بعد خمس سنين أو عشر سنين نحن اليوم يذوب عرفين نتطلع بعد بسنة لكن ما نقدره نقوله أنه نحن نحط خطة وستراتيجية لتحديد مسار نشاط المؤسسة وهذا المسار إن شاء الله يوصلنا للهدف اللي نحن نحطينه وأهم شيء نحن اليوم نطلع عليه انتشارنا كيف بده يتوسع بشكل أكبر وتحديداً في مجال الإنترنت والأونلاين ففي بداية 2021 إن شاء الله رح يكون في إطلاق رح نطلق مشروع جديد فكرة جديدة وهي مبنية على إطلاق مشاريع عدة مشاريع منصات إلكترونية وخدمات جديدة كلها تصبح مساندة لقناة رؤية وليست تحت مظلة رؤية وهذه المشاريع المساندة وفي التساوي إن شاء الله رح تكون فيها توسع كتير كبير واستثمار كبير وتحديداً مش فقط للأردن هو يكون على مستوى الوطن العربي والعرب في كافة أنحاء العالم لما نيجي نحكي بالأرقام طبعاً الأرقام هي تدعم فكرة هاي المشاريع وهي اللي بتخلينا نشتغل ونتحمسنا ندخل لهيك ناخد هاي القرارات نحنا نطلع شوية على أرقام نحنا زي ما حكينا 29% اليوم بدناش نحكي على المشاهدة التلفزيون بدناش نكرر كتير لكن مدر نحكي على الأونلاين نحنا حصدنا سبعة مليار مشاهدة من بداية مشروع رؤية لغاية اليوم وللعلم اثنين ونص منهم فقط في سنة الألفين وعشرين فنحنا حققنا زيادة هائلة بهاي السنة في المحتوى الإلكتروني والمحتوى المرئي اللي عم يتم مشاهدته من جميع أنحاء العالم بالإضافة عندنا منصاتنا الخاصة عندنا ما يزيد عن ست مليون مستخدم بآخر ثلاثين يوم هذولا بيستخدموا خدماتنا إن كان موقع رؤية الإخباري مازار رؤية الدنيا دنيا رؤية دوت تيفي والسمارت أبس وإلى آخره عندنا ست مليون مستخدم عم يستخدموا هذه المنصات بالإضافة أنه كان عندنا هاي سنة 300 مليون تفاعل مع الناس عبر منصاتنا منصات التواصل الاجتماعي وهذا جزء أساسي من نشاطنا نحن كثيرا بهمنا التواصل مع الناس التفاعل مع الناس والحمد لله بلشنا بهذا الشيء مبكرا يعني نحن أول صفحة إنشأناها للفيسبوك كانت قبل إطلاق القناة وكان هذا شيء أساسي حتى نقدر ننشر المحتوى بأكبر شكل يكون في تغذية راجعة من المتابع والمستخدم لتقييم برنامجنا تقييم المحتوى ومن ثم كيف نحن نقدر نقدر شيء أفضل للمشاهد نعم مهندس فارس الصايغ مدير عام قناة رؤيا شكرا إلك وشكرا أيضا على يعني تفاعلك معنا ودعوتنا قبولك لا دعوتنا أنك تكون ضيف على برنامجنا إطلالاتك قليلة ولكن نوعية دائما نشكرك مرة أخرى نبارك لعائلتنا عائلة رؤيا على عشر سنوات على تأسيسها وأهلا وسهلا فيك نلتقي إن شاء الله قريبا بإستوديوهاتنا بإنجازات جديدة شكرا شكرا جزيلا أبو كرام وكل سنة أنت سهل لأن برضو هذه كمان فرصة إنعايد كل عائلة رؤيا وأنا اسمح لي كمان بالأخص كمان أعايد وأقدم تحية لمن يقف خلف رؤيا عائلتكم الكريمة عائلة صايغ التي تتبنى هذا المشروع التنميري الوطني اللي بقدم صورة للأردن حضارية ومشرقة فعلا خلال عشر سنوات الشباب الأردني الطموح أثبت منه قادر أنه ينجح إعلاميا في بلده وينتشر إلى العالم خلال عشر سنين عم بمر على بال زملاء وزملاء وزميلات بأعداد كبيرة تمكنوا هنا من الإعلام يعني بديش أنا بحداش بيحكي عن زيت وعكر ولكن نقدر نقول أنهم تدربوا في مدرسة رؤيا بعد عشر سنوات والآن هم في منصات إعلامية عالمية وبنفتخر فيهم فإن شاء الله كل النجاح لنا جميعا لكل زملائنا وكل سنة وأنتوا سالمين ميلاد مجيب وأنتوا سالمين وشكرا للكم شكرا على الاستضافة وبدأ أبرك لكم أنتوا لأنه أنتوا أصبحتوا كمان برنامشكم رقم واحد يوم الجمعة فهذا إنجاز لازم يذكر يعني أجدد الشكر جزيل لفريقي وكما أنت ذكرت لعائلتي الصيغ لعائلتي اللي دعمتني لغاية اليوم طبعا بكل تفصيل صغيرة وكبيرة لحتى لأستمر بهذا المشروع شكرا للكم شكرا شكرا شكرا